طب بعملين أدخلنا بقائمة المنتخب بل شكتب أنا تتكلم على قائمة المنتخب بحيث دايما الكابتل حسان وحسن أول ما بيعلم القايمة إلحق أنت مخدتش فلان، إلحق أنت مخدتش فلان، إلحق أنت خدت فلان رأيك إيه? في الحكاية دي الأول أنه توي الوقت الناس بتتنتقل في أي قايمة للمنتخب ده بشكل عام مش الكابتل حسان وحسن بس و رأيك إيه في القايمة نفسها يعني خلقنا نتكلم على اول حاجة القيلة والقال يعني ما هو ربنا خلقنا عمر ما في حد باتفاع على حاجة. صحيح. في العالم. صحيح. ولولا اختلاف الازواق لبارة السلح. صحيح. وكل ناس بتحب الكورة. وكل ناس بتحب ناديها. هتلاقي ازا مالكاوية بيقولك لا ازاي ما تاخدش سين الموساد من الناس. وهتلاقي والنادي المصري بيقول والاسماعيلي بيقول والاتحاد بيقول حتى لو في نادي بيصرع على بود بس عنده نجمة او اتنين. صحيح. انه جبني ما ترحش المنتخب. صحيح. فهده امر هو مفروغ منه. وهم 25 لعب. وهم 25 لعب في الاول اخر. لكن انا افضل القايمة طبعا يعني بالنسبة للاسماء اللي الكابتن حسام اخترى. كل الدعم للكابتن حسام وكلنا في ظهر الكابتن حسام وواصلين فيه ان شاء الله. صح. بس كنت افضل في القايمة اتنين. عمر جابر ودونجا. يعني كنت اتمنى ان هم يكونوا موجودين دول من الناس اللي ماشيين كويس بقالهم فضل كبير جدا. وخصوصا كمان انت لما تي احتي المين لو انت واخده باك رايت. انا شايف ان عمر جابر بيقدم مستوالات هاي لا ما شفتهاش قبل كده من عمر الا من فترات كبيرة. فالنهار ده لما اتقارن بين بين اكرم وبين عمر جابر. لا عمر جابر يكسب. وخصوصا ان اكرم كمان بيلعب ديفندر في الفترة اخرى.